ادعا قدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية ورشة تدريب لمجموعة عضوات ورئيسات مجالس بلدية ومحلية في إطار برنامج تمكين المرأة السياسي والاجتماعي والاقتصادي يأتي هذا المشروع لإسناد المرأة وحفزها على تخط وعورة درب النساء الساعية للوصول إلى مراكز صنع القرار ما يزال واقع المرأة الفلسطينية السياسي متزعز عنه ووصولها لمواقع صنع القرار أمرا ليس بالسهل ما يدفع مؤسسات نسوية للعمل على حل العقبات في هذا الطريق النساء في المجالس المحلية في البعض منهم معتمدة على نفسها وعندها تعزيز لمواصفات القيادية نحن اليوم هنا موجودين من أجل أيضا إطلاع النساء على تجارب البعض على تغلب حتى نستفيد من خبرات بعض إصغاء النساء لتجارب بعضهن يعطيهن دفعة أمل وفرصة لتشارك الخبرات ووضع حلول لعقبات مشتركة تواجههن بداية رشحت نفسي للمجلس كان عندي حب التغيير نغير بالبلاد بسبب ضعف الإمكانيات الموجودة في البلد من أي إشي سواء مي كهرباء بلد تفتقر لروضة حكومية أو خاصة مقبرة بنية تحتية لا يوجد فيها أي شيء لقيت تعارض من عشائري أو حزبي من الجهتين رغم أنه كان المجلس من ثلاثين سنة مع عائلة وحدة تعتبر أنه كان مراث إلها استلامت مجلس ميزانيته 170 شكل باقي المجلس ميزانيتهم 150 ألف بس أنا 170 شكل ما أعرف شو بدي أشتغل من وين بدي أبلش لجأت للمجتمع المحلي كان أولها ضد المجتمع المحلي إنه كيف دي تكون سيد رئيس المجلس دي تيجي تكبر علينا مرة بدها تحكمنا مرة بس الحمد لله اتماشوا معاي وحاليا أكثر ناس دعمني هون مجتمع المحلي تصف أنوار تجربتها بالصعبة لكنها ما تزال تحاول شق طريقها بعد مرور عام على استلامها منصبها وتعمل على استكمال مشاريع دشنتها تتعلق بالبنية التحصية للبلدة والتعليم وقطاع الصحة هذه الورشة التدريبية ضمت أربعين امرأة من مختلف القرى والمحافظات الفلسطينية وتعقد بشكل دوري بناء على توصيات برامج تدريبية سابقة من قرية دير العسل في محافظة الخليل أسيل سليمان رؤيا بالعكاكيز مبتر الأقدام في غزة شارك في مرافون للجري السباق الذي حمل اسم أنا أستطيع جاء بهدف تعريف المجتمع الفلسطيني والدولي بقدرة هذه الفئة على الاندماج في المجتمع بقدم واحدة وعكازين يجري الاستعداد لأحد أكثر السباقات صعوبة مهمة المتسابقين الذين فقدوا جزءا من جسدهم تبطو صعبة في ماراثون لخمسمائة متر لكنهم يستطيعون بالإرادة تجاوز خط النهاية لإثبات قدراتهم للمجتمع هذه الفكرة المقصود بها تسليط الضوء مرة أخرى على قضاء الأشخاص دول العاقة لفت أنظار صناع القرار الساسة المجتمع المحلي بأنه ثم تفئة تستحق أن نهتم بها وهذه المسابقة مجرد لفتة انتباه لدق جدال الخزان بأنه انتبه يا مجتمع يا صناع القرار لقضاء الأشخاص دول العاقة المشهد أشبه بعكاكز تحمل قصص نجاح كثيرة للفت انتباه العالم هذا بلال مفعم بالإرادة والقوة رغم ألم الفقد بوصر رسالة للعام المشخص للدولة عاقل باستطيع يعمل إيش ما بدا باستطيع يشتغل في البطون كمان مش رياضة وبس لا في حوازز بنشيل من نفسنا يعني اللي طالبينه منكو احنا انتو بس زجة شوي نحنا عشان نساق فيك ونساق في نفسنا قادر في كل شي كمان يعني الشخص دولة عقبض أقول لك إياها بدك عزيمة تعال بنتيك بالكلوان غالبية المشاركين هنا من مصابي الحروب على غزة أبرزهم ممن فقدوا أطرافهم خلال مسيرات العودة حيث بلغ عددهم أكثر من 122 مصابا بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة ربما فاز في هذا الماراثون شخص واحد فقط من ذوي الإعاقة لكن الأكيد أن كل من شارك بعكازيه في هذا السباق استطاع أن ينتصر في معركة إثبات الذات والقدرات غاز العلول رؤيا قطاع غزة تظاهر ألاف البنغاليين من أنصار الحزب الوطني في بنغلاديش أكبر أحزاب المعارضة في العاصمة دكة للتنديل بحكومة الشيخة حسين واجد وللمطالبة بإجراء انتخابات جديدة وأعلن الحزب الوطني خلال التظاهر أن نوابه السبعة استقالوا من البرلمان احتجاجا على ما وصفها بالحكومة غير الشرعية المتشبثة بالسلطة من خلال انتخابات مزورة وتدفقت ظهر اليوم أعداد كبيرة من المتظاهرين من مختلف الشوارع المحيطة إلى ملعب قلباغ الرياضي حيث تجري التظاهرة وجرت خلال الأشهر الماضية عدة تظاهرات بسبب انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار البقود في جميع أنحاء البلاد تتواصل التظاهرات في يومها الثاني ضد رئيسة البيرو الجديدة وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب وعرف واشتبك محتجون مع الشرطة خلال تظاهرات طالبوا فيها بالإفراج عن الرئيس السابق كاستيلو الذي يحاكم بتهمة محاولته القيامة بعملية انقلاب لبنان مسرح الأحداث الكثيرة غارق في أزمات أصابت خشبته بشلل منذ سنوات وبين الماضي الحافل بالأعمال الفنية والثقافية والحاضر الذي كبلته الأزمات مسارح أقفلت وفنانون يتحدون الصعابة من أجل الاستمرار أهلا بكم في مسرح المدينة هنا وقف عشرات الفنانين والممثلين اللبنانيين على مدى سنوات وخطوا بإبداعهم نبض لبنان الثقافي ورسموا صورة بيروت الحقيقية اليوم تبدلت الأحوال واقع المسرح متعثر ويشبه إلى حد كبير حال البلد في شارع الحمرى الذي كان بوابة ثقافة بيروت إلى العالم يصمد مسرح المدينة القائم منذ العام 94 في الزمن الصعب زمن أقفلت فيه مسارح وأخرى تعيش من قلة الموت مع أزمة البلد التي تتفاقم تدريجيا منذ العام 2005 طالما نحن منعيش ببلاد مليانة بالتنقضات والجدليات نحن بحاجة دائماً للمسرح لأن المسرح هو أكتر من عرف طرح الجدليات وقالها ببط المسرح شو هو المسرح؟ وعلي عم بيقول إيه وعلي عم بيقول لا إذا أتناه عم بيقولوا إيه صفة محاضرة بط المسرح وإذا أتناه عم بيقولوا لا صفة مظاهرة وقدي عنا نحن من الآي واللأ والتنقضات وجدليات على صعيد فردي وعلى صعيد مجتمعي ووطني هنا كان مسرح التياتر الكبير الذي تألق قبيل الحرب الأهلية في لبنان بالطرب والثقافة المسرح بات مهجوراً مهملاً وخالياً من الروح والجسد وليس بعيداً مسرح بيروت الذي تحول أطلالاً بعد أن كان شاهداً على مرحلة الستينيات الذهبية التي شكلت ولادة المسرح اللبناني الحديث أول شيء بتعطل المسرح وإذا رجع مشي الحال آخر شيء بيمشي يعني إذا البلد تعطل ست شهور المسرح بتعطل سنتين لحتى الناس ترجع تأخذ نفس لحتى ترجع تفكر تروح على المسرح من شن هيك لأنه المسرح تعطل كل اللي حوالها تعطله عمر المسرح في بيروت من عمر المدينة العتيقة لكن بيروت تغيرت والمسرح تغير معها حتى مرتدوه ما عادوهم أنفسهم إحنا وقفنا قصراً بسبب كورونا وبعدين صرت الأزمة الاقتصادية الكبيرة المفاجئة يلي جعلتني وقف مسرح بس مش وقف عطول وقفت ما أحرم حداً من فوت على المسرح رغم كل العفارات يبقى ما تبقى من مسارح لبنان المشعة فضاء للتعبير بستارة مرفوعة بينما يتمسك مبدعون بمقولة أعطني خبزاً ومسرحاً أعطك شعباً مثقفاً من بيروت جوانا نصر الدين رؤيا